نرجع لموضوع الحفريات الحفريات دي لما بناخد في الطبقات الروسوبية بنكسر وبنشوف حفرية الحفرية ما بتطلعش ومعها تيكت بتقولي أنا 65 مليون سنة ما بيحصلش كده طبعا احنا بندها هذا العمر بيدوها العمر ازاي بالمنطقة اللي توجدت فيها بناء على ايش؟ على ايش؟ على حاجات كتيرة على انه هم عملوا الجدول الجيولوجي وقال لك ان كل طبقة دي المدد الزمنية بتاعتها وعلى فكرة لما اتعمل الجدول الجيولوجي ما كانش لسه الكربون المشاعر اكتشف وما كانش لسه المواد المشاعر اكتشفت واستخدمت فهم حطوها بناء على فكرة النشوء والارتقاء المواعي الارقام دي طبعا احنا بنؤمن بالجدول الجيولوجي بس بنختلف معاهم في التوقيتات اللي موجودة لكن برضو الكربون ما بيرجعش لملايين سنين يعني ماكسموم الاف يعني بضعة الاف من السنين بالزبط الكربون المشاعر ما يديش ملايين السنين يدي مئات الالاف من السنين لكن ما يديش ملايين السنين فبيستخدموا حاجة اسمها بوتاسيوم أرجون وبيستخدموا يورانيوم ليد دي معادن تانية ودي قصة طويلة قوي نرجع برضو تاني للحفرية لان ده الموضوع اللي عايز نفهمه كويس فالحفريات دي لما بتتلاقي بيدوها عمر بنوع الطبقة اللي توجدت فيها احنا بنقول انه في طفان نوح الارض كلها تعجنت على بعض فبنلاقي مثلا ديناسورات موجودة في أمريكا في حاجة اسمها موريسون فورميشن موجودة في 13 ولاية تلاقي ديناسورات وموجود معاها طيور وموجود معاها كائنات مائية طب الكائنات المائية دي مش عايشة مع الديناسورات لكن هما تدفنوا مع بعض ده نتيجة الطفان ده طبعا موضوع جميل جدا وهيحتاج إلى شرح كتير بس احنا نركز في الحلقة دي عن الديناسورات لأنها لا كمان بس يعني نرجع بالفكرة عشان تتوضح دكتور ناجي انه ذكرت انت الطفان كارثة عالمية واحنا مش نتكلم على شوية مي من هون من هون ولا مطر احنا نتكلم عن انفجارات أرضية فيها حتى بركين أرضية مع مي مع نار وزلازل وسنامي مع بعضه يعني فقتل كل شيء على الأرض بالضبط وغير من شكل الأرض وغير من تكوين الجبال ومن الترسبات بتاعة الحفريات وده اللي عايزين نركز عليه فمتلا متشوف عنا في كندا في منطقة كاملة حفريات الديناسورات بالضبط كده تمام وموجود في أماكن تاني كتير من العالم